مقتل الشاب فواز السلمان شكل شرارة أشعلات الاحتجاجات مجددا في لبنان السلمان توفي متأثرا بجروح أصيب بها بطلق ناري خلال مواجهات عنيفة وقعت في مدينة ترابلوس بين متظاهرين وعناصر من الجيش عودة الحراك الشعبي إلى المشهد اللبناني تزامن مع حالة من الفوضى العارمة والتدهور في الاقتصاد لم تشهد نتلها البلاد منذ عشرات السنة وعلى الرغم من أن التدهور يطال كافة مناطق البلاد إلا أن ترابلوس تعتبر الأكثر تضررا إذ يعيش أكثر من نصف سكانها في الفقر أو تحت خط الفقر الأزمة الاقتصادية في لبنان تفاقمت مع فرض تدابير العزل والحجر الصحي في محاولة من قبل السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا حيث خسرت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها وسط ارتفاع كبير في الأسعار المتظاهرون يشكون اليوم من الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية جراء أسوأ انهيار اقتصادي تشهده البلاد منذ عقود الفوضى في عمليات بيع وشراء الدولار والتي أسهمت في تراجع كبير في قيمة العملة المحلية وارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية أدى إلى إقدام عدد من المواطنين بالرغم من التحذيرات من وباء كورونا على قطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتهاوي العملة الوطنية حيث تجاوز سعر صرفه أربعة آلاف ليرة لبنانية تأجيج الأزمة اللبنانية يؤكد باحثون ومراقبون أن لميليشيا حزب الله دورا كبيرا مشبوها تلعبه فيها وأنها تقف وراء التلاعب بسعر الدولار في السوق في سياق حملتها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تعتبره مهندس العقوبات المالية في لبنان عليها المراقبون نبهوا كذلك إلى أن سياسات شركات الصرافة التي تديرها ميليشيا حزب الله تطرح علامة استفهام عن دورها الخفي في السيطرة على اللعبة النقطية في لبنان وخلقها ضغوطا إضافية عبر الصرافين على مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي بشكل عام